موسيقى السلام عليكم ورحمة الله من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان نحييكم وهذه أخبار العشرة أهلا بكم مشاهدين ونبدأ النشرة بأبرز العنوي موسيقى مجلس الدولة يوصي بوضع استراتيجية وطنية للصناعات الحرفية وبصياغة تشريع لحماية موسيقى التوقيع على اتفاقية شراكة استراتيجية لتطوير منطقة غرب مدينة العرفان بمحافظة مسقط بقيمة خمسة مليارات ريال عماني موسيقى موسيقى مجموعة نماء تعلن الانتهاء من الدراسة الاستراتيجية لمشروع ربط شبكات الكهرباء على مستوى السلطنة موسيقى الهيئة العامة لسوق المال تعتمد نشرة اصدار اسهم شركة ضفار لتوليد الكهرباء وتطرح ما مقداره 23 مليون ريال عماني من رأس مالها للاكتتاب العام موسيقى وتتابعون في الاخبار الرياضية موسيقى المانيا تودع منافسات كأس العالم لكرة القدم بخسارتها المفاجئة امام كوريا الجنوبية بهدفين دون رد موسيقى 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 حياكم الله ناقش مجلس الدولة التحديات التي تواجهها الصناعات الحرفية خلال استكماله لجلسته العادية الحديث عشر كما ضمن المجلس مقترحات منها إيجاد تشريع لحماية الصناعات الحرفية ووضع استراتيجية وطنية لهذه الصناعات ترأس الجلسة معالية الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة زيادة مراكز التدريب المتعلقة بالصناعات الحرفية وإمكانية تطويرها ووضع تشريع ودعمها المنتج الحرفي في القطاع السياحي نقاشات بحثها مجلس الدولة لدعم هذه الصناعة التي يمارسها في السلطنة أكثر من عشرين ألف عماني لا بد أن يكون هناك تشريع يضمن حماية هذه الصناعة الحرفية ويحميها من المنافسة غير المتكافئة وأيضا يعطي الأمان للحرفيين بشكل عام بأن هذا مستقبل أهم للعمل فيه أيضا هناك توصية مهمة جدا بالخروج باستراتيجية وطنية للصناعات الحرفية والتي يمكن أن تضع خارطة طريق للحرفيين بالعمل عليها لتطوير منتجاتهم ضمن توصيات الدراسة أيضا منع استيراد المنتجات المقلدة المصنعة خارجيا والحد من سيطرة العمالة الوافدة على تصنيع وتسويق منتجات هذا القطاع وبناء قاعدة معلومات انتاجية تحدد أولويات الاستثمار في الحرف التقليدية في حين جاء رسم هذه الدراسة بالتعاون مع جميع الأطراف التي تعنى بهذا القطاع تضافات للقهات المعنية بهذا القطاع مثل الصناعات الحرفية مثل السياحة وزارة التراث والثقافة الحرفيين شخصيا المواطنين لأن المواطن هذه الصناعات تقوم على ثلاث قواعد القاعدة الأولى هو طبعا الاهتمام الحكومي وهذا قايم القاعدة الثانية هي الإبداع الحرفي في الصناعة القاعدة الثالثة هو المواطن نفسه والمجتمع يجب أن يقتني هذه المقتنيات يجب أن يشتري من هذه المقتنيات يجب أن يكرس هذه المقتنيات في منزله في بيته في فكرة في عائلته نقاشات والجلسة دارت أيضا حول الطرقية المناسبة لكلية الأجيال لدعم قطاع الصناعات الحرفية والاستفادة من الخبرات العمانية خاصة كبار السن في مجال التدريب ونقل الخبرات من ضمن التوصيات المتعلقة بالصناعات الحرفية تشكياء الحرف العماني وزيادة الاستثمار في الصناعات المتعلقة في هذا الجانب من مجلس الدولة عبدالله بن علي البلوشي مسقط أعلنت الشركة العمانية للتنمية السياحية عمران ومجموعة ماجد الفطيم عن اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير منطقة غرب مدينة العرفان وتقوم الشراكة على تطوير وجهة متكاملة لتشكل المركز الحضري الجديد لمحافظة مسقط وتلعب هذه الشراكة الجديدة دورا رئيسيا في أجندة التنمية الاقتصادية في السلطنة وتعكس الدور الرئيسي لشركة عمران كمحفز للاستثمارات والشراكات مع مطورين عالميين وتبلغ القيمة الاستثمارية للشراكة في هذا المشروع خمسة مليارات ريال عماني وذلك بمساحة أربعة ملايين وخمسمائة ألف متر مربع حضر الاتفاقية مع للدكتور علي بن مسعود السينيدي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للتنمية السياحية عمران الانتهاء من الدراسة الاستراتيجية لمشروع ربط شبكات الكهرباء على مستوى السلطنة والبدء بالتحرك في تنفيذ المشروع كما كشفت مجموعة نماء عن إيرادات تجاوزت مليار ومئة مليون ريال عماني العام الماضي خارطة جديدة ترسمها مجموعة نماء لربط شبكات الكهرباء السلطنة ومشروع استغلال الطاقة المتجددة وخصخصة شركات الكهرباء هذا ما كشف عنه المؤتمر الصحفي السنوي للمجموعة أبرز الاستثمارات المباشرة من ناحية الشركات المجموعة هو في موضوع توسعة شبكات النقل ربط محطات الكهرباء اليديدة وتحسين شبكات التوزيع خصخصة الشركات طبعا مثل ما أسلفنا خلال العرض تم تعيين الاستشاري وانتهينا من المرحلة الأولى الآن برنامج التنفيذ يمكن أن يأخذ حوالي 24 سهر على مدى سنتين القادمات المؤتمر أكد الانتهاء من الدراسة الاستراتيجية لمشروع ربط شبكات الكهرباء على مستوى السلطنة والتوجه إلى البدء في تنفيذ المشروع الربط الكهربائي بين الشمال والجنوب هو طبعا مشروع استراتيجي قامت الشركة العمانية من نقل الكهرباء بالتنسيق مع الشركات ذات العلاقة لوضع تصور لمشروع 400 كيلو فولت الدراسات الأولية أكدت مدى الفائدة من هذا المشروع وقد تم الانتهاء من هذه الدراسات إن شاء الله الآن نحن في مراحل التحرك في تنفيذ المشروع جزء مننا إن شاء الله يتم دراسته الآن للوصول إلى الدقم إن شاء الله خطة تنفيذية وضعتها الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه من أجل استغلال الطاقة المتجددة ولعل أبرزها مشروع عبر للطاقة الشمسية بإنتاجية 500 ميجاوات والنظرة المستقبلية إلى إنتاجية 3000 ميجاوات من الطاقة المتجددة خلال عام 2025 الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بالتعاون مع جهات مختلفة في السلطنة قامت بوضع خطة لتنفيذ مشاريع متعددة في الطاقة المتجددة طبعا بدأنا بمشروع عبر لل500 ميجاوات هناك لكن في عندنا مشاريع كثيرة قادمة في الطريق إن شاء الله تعالى كل سنة تقريباً راح يكون هناك في مشروع للطاقة المتجددة على مستوى كبير في الإنتاجية سواء كانوا يساقها شمسية أو طاقة رياها وحتى طاقة تحويل النفايات إلى طاقة راح تدخل الخدمة على 2025 حوالي 3000 ميجاوات من الطاقة عن طريق إنتاج الطاقة المتجددة المؤتمر كشف عن إجمالي إرادات مجموعة نمال عام 2017 والبالغ أكثر من مليار ومئة مليون ريال عماني في وقت شهدت فيه المجموعة نمو عدد المشتركين بنسبة 7% عام 2017 مقارنة بعام 2016 يوسف بن سعيد الرواحي مسقط رفضت الحكومة اليمنية رسمياً مخترح إشراف منظمة الأمم المتحدة على ميناء الحديدة غربي اليمن وشددت الحكومة اليمنية على ضرورة انسحاب مسلحياً صار الله الحوثي من الحديدة ومينائها وتسليمها للسلطات الحكومية كالشرط الرئيسي لإنهاء المعارك الدائرة في ميناء المدينة واختتم مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتين غريفت زيارة لليمن بعد لقائه الرئيس اليمنية عبد الرب منصور هادي دون تحقيق أي نتائج فيما يتعلق بنهاية التصعيد العسكري في الحديدة في الشأن السوري قالت مصادر طبية سورية إن ثلاثة مستشفيات خرجت من الخدمة جراء القصف الذي تعرضت له مدينة درعة الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية تلك المصادر أضافت أن القصف تسبب في أضرار مادية في المستشفيات الثلاثة أدت إلى تعطيلها وخروجها من الخدمة فيما تم إغلاق مستشفى رابع بشكل مؤقت جراء تعرضه لهجوم غير مباشر وبدأت القوات السورية في التاسع عشر من الشهر الجاري عملية عسكرية في محافظة درعة حققت خلالها تقدما ميدانيا تمكنت خلاله من فصل مناطق سيطرة الفصائل في الريف الشرقي إلى جزئين قبل أن توسع نطاق عملياتها لتشمل مدينة درعة وريفها الغربية قال الرئيس الصيني تشي جين بينج لوزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس أن الصين لن تفقد بوصة من أراضيها وأنقل عن الرئيس الصيني القول لماتيس في بكين إن موقفه واضح فيما يتعلق بسيادة الصين ووحدة أراضيها مشددا أن بلاده لن تتخلى عن أي جزء منها وتشهد العلاقات بين واشنطن وبيكين توترا حيث تتمسك بكين بأحقيتها في ملكية أجزاء في بحر الصين الجنوبي وهو الأمر الذي تعارضه واشنطن التي تنتقد إرسال بكين معدات عسكرية للجزر المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي أعرب رئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في أن تشكل زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتين لموسكو خطوة أولى نحو تقارب بين الولايات المتحدة وروسيا ولفت الرئيس بوتين إلى أن العلاقات الروسية الأمريكية ليست في أفضل حال داعيا إلى عودتها على أساس المساواة والاحترام المتبادل من جانبه أعرب المسؤول الأمريكي عن أمله في أن يتمكن البلدان من تحسين التعاون فيما بينهما وهو ما سيكون مفيدا للاستقرار العالمي وأشار إلى أنه لطالما شهد البلدان خلافات وتم التغلب عليها حذر وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني من أن يواجه الاتحاد الأوروبي مشكلة وجود ربما تفكك في غضون الاثني ربما تفكك في غضون الاثني عشر شهرا المقبلة وقال سالفيني نقمة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع في بروكسل والتي من المرجح أن يهيمن عليها الجدل حول قضايا الهجرة والميزانية سوف تظهر التكتل أكثر قساما عن أي وقت مضى موضحا أنه سيقرر خلال القمة ما إذا كان لا يزال أمام أوروبا مستقبل بشكلها الحالي أو أن ألمر برمته أصبح عميقا نشرة العاشرة مستمرة من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان وتتابعون فيها أيضا ولكن بعد قليل إثراء تناقش في ثاني أمسياتها الاقتصادية مفهومة لاقتصاد الفضي أو الاستثمار في فئة كبار السل موسيقى 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 مجلس الدولة يوصي بوضع استراتيجية وطنية للصناعات الحرفية وبصياغة تشريع لحمايتها موسيقى التوقيع على اتفاقية شراكة استراتيجية لتطوير منطقة غرب مدينة العرفان بمحافظة مسقط بقيمة خمسة مليارات ريال عماني موسيقى مجموعة نما تعلن الانتهاء من الدراسة الاستراتيجية لمشروع ربط شبكات الكهرباء على مستوى السلطنة موسيقى الحكومة اليمنية ترفض مقترح الاشراف الدولي على ميناء الحديدة موسيقى 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 أهلا بكم مفهوم الاقتصاد الفضي أو الاستثمار في فئة كبار السن أبرز مناقشات إثراء في ثاني أمسياتها الاقتصادية نعم الموسية ناقشة التحديات والفرص المرتبطة بفئة كبار السن خاصة ضمن بيئة العمل التجارية والمجهود القائم من قبل عدد من حكومات الدول للاستثمار في هذا المورد البشري بالطريقة الأنسب مع بلوه العديد من سكان العالم سن المئة في أغلب دول العالم ازدادت احتمالية زيادة طول فترة التقاعد مقارنة بفترة العمل حيث من المتوقع هذا العام أن يفوق عدد السكان الذين تتجاوز أعمارهم خمسة وستين عاما عدد أولئك الذين تقل أعمارهم عن الخامسة وهي سابقة تاريخية مهمة ففي ثاني أماسي الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات إثراء ناقش عدد من الأكاديميين والخبراء موضوع الاقتصاد الفضي والأثار الناتجة لتغير التركيبة الديمغرافية لسكان العالم واستعدادات حكومات العديد من دول العالم للاستثمار في هذا المورد البشري ما بعد سن التقاعد بالطريقة الأنسب طبعا حلقة نقاش اليوم استهدفت الاقتصاد الفضي وما يعني بالمسنين في المجتمع ما هم أكبر من عمر 65 سنة والمعروف أن تراكم الخبرات شيء جدا مفيد استغلاله لهذه الفئة فالفرص الموجودة اليوم هي استغلال خبراتهم في ريادة الأعمال خاصة لكبار السن في مجالات قد لا يراها الشباب مهمة جدا لكن تلامس احتياجاتهم هناك مجالات كثيرة ممكن تقديمها تلامس احتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية من المسنين للمسنين وللمجتمع الاقتصاد الفضي والاستثمار في فئة كبار السن في منظور المختصين والمحللين يرون بأن معدل خبراتهم التراكمية كبيرة ويمكن الاستفادة منها وذلك بتوفير الرعاية الصحية وحمايتهم بإنشاء بيوت خبرة تخصصية تستفيد منهم في البجالات التنموية والاقتصادية في بيئة عملية تتوأم مع معدل أعمارهم دائما ننظر إلى أن الاقتصاد الفضي المقصود فيه طبعا اللي هي الشريحة اللي هما من عمر 65 عاما فأكثر أو الكبار في السن بشكل عام اللي أصبحت اليوم كذلك هي تمثل وحد الشرائح المستهلكين على المستوى العالمي ليس على المستوى المحلي فقط تمثل تقريبا في حدود 21 أو متوقع أن يتمثل في حدود 21% للعام 2050 ظاهرة عالمية تثير قلق الاقتصاديون وصنع القرار فمع ازدياد هذه الفئة العمرية يتوقع أن يصبح العالم دار رعاية ضخمة وذلك لتعرض هذه الفئة العمرية للكثير من الأمراض التي تتزامن مع بلوغهم لسن الخبسين وما فوق كارتفاع الضغط والسكر والزهايمر ومع تضاء للفئة العاملة والطاقة الشابة بسبب الازدياد في فئة كبار السن يرى المختصون أنه من الضرورة الملحة وضع خطة مستقبلية تحمي هذا المورد البشري بما يضمن بقاءه لتنسيق وجهات النظر على المستوى الإقليمي استعدادا لمؤتمر المندوبين المفوضين الذي يُعقد في مدينة دبي في أكتوبر المقبل استضافت السلطنة ممثلة في وزارة النقل والاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات أعمال الاجتماع التحضيري الثالث لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات للفريق العربي ويعد الاجتماع فرصة لتقريب وجهات النظر وتوحيد المواقف حول مختلف القضايا المطروحة للعمل على صياغة مقترحات عربية مشتركة لتحديات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة والآليات التي ستساعد في الحفاظ على مصالح الدول العربية أعلن مجلس البحث العلمي عن تمديد فدرة التسجيل في برنامج دعم بحوث الطلاب حتى نهاية يوليو المقبل ويهدف المجلس من هذا البرنامج إلى تأهيل جيل من الباحثين العمانيين وتشجيع البحث العلمي من خلال إيجاد بيئة جاذبة ومحفزة تدعم التميز والإبداع للطلاب في جميع مجالات المعرفة وقد بلغ العدد الإجمالي للبحث الطلابية التي مولها البرنامج خلال السنوات الخمس منذ إنشائه 309 مشاريع بحثية طلابية استفاد منها ما يزيد على ألف طالب وطالبة من مختلف مؤسسات التعليم العالي نظمت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بالتعاون مع البنك الدولي حلقة عمل بعنوان إدارة ندرة المياه بالسلطنة الفرص والتحديات الحلقة بحثات التحديات والفرص المتاحة لتطوير قطاع المياه خلال العشرين عاما القادمة وهو ما يمثل جزءا من الجهود المبذولة لتحقيق الرؤية العمانية 2040 في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة في السلطنة وتهدف حلقة العمل لتسليط الضو على الخطط والمشاريع المائية وتحديد أنظمة المياه الاقتصادية المقترحة القابلة للتنفيذ خلال الخطط الخمسية المقبلة تطوير آليات العمل في مجال الصحة والسلام وإدارة المخاطر بالكلية التقنية العليا أبرز أهداف حلقة عمل تطوير الشراكة بين الكليات التقنية ومؤسسات القطاع الخاص والتي نظمتها وزارة القوى العاملة وتتضمن الحلقة عددا من أوراق العمل أبرزها النظام الحالي المتبع في مجال الصحة والسلامة المهنية وإدارة المخاطر بالكليات التقنية بالسلطنة تهدف هذه الورشة إلى تطوير الشراكة بين الكليات التقنية ومؤسسات القطاع الخاص وتطوير آليات العمل في مجال الصحة والسلامة وإدارة المخاطر بالكليات التقنية هدفنا أن نوعي الطلبة والمحاضرين عن مفهوم الصحة والسلام وإدارة المخاطر بحيث يكونوا على الطلاع كامل بهذه القضيتين يعلمنا بأهمية مثلا الظروف اللي ممكن تحصل مثل حالات الطوارئ الحرائق وهذه الأشياء نتعلم منها خبرة أنه كيف تكون عمليات الإخلاء وكيف يكون ترتيبها وآلياتها تم تقديم عدة أوراق عمل متنوعة أبرزها الصحة والسلامة وإدارة المخاطر وصحة البيئة وخبرات وتطبيقات الكليات التقنية في هذا المجال إضافة إلى مناوبات السلامة الثقافية وإدارة السلامة في ميناء صحار والمناطق الحرة والسلامة في حقول الهندسة وتأثيرها على التجارة الهندسية وعلاقتها بالمسؤولية الاجتماعية فبإمكاننا إحنا كطلاب أن نتفاعل مهادس ويعني أردنا أن نعمل مشروع معين بإمكان أن هذه الشركات وغيرها تساعدنا في إدارة المخاطر ومعرفة المخاطر اللي ممكن إحنا نحصلها في هذا المشروع لأن كل مشروع لابد أنه يحصل على مصاعب وغيرها فبإمكانهم ذلك يكونوا ملاذ ومساعدين لنا في إدارة المخاطرنا في كل مكان وإحنا كطلاب واقب علينا الإلمام والاهتمام بهذا القطاع وكشخصيا أنا طالب في الكل التقنية العليا أدرس تخصص علوم بيئة درسنا بعض المقررات كمادة السلم تعتبر مادة أساسية في الحفاظ على كافية تنمية المهارات في السلامة والصحة البيئية رفع الوعي وتعزيز مستوى الثقافة للعاملين في هذا المجال هو مطلب يستدعي تضافر الجهود من قبل القطاعين الحكومي والخاص من الضروري توعية سلامة القوى العاملة خاصة الذين يتعايشون بحجم ضروريات الحياة والخطر الذي من شأنه أن يهدد حياتهم تعرضهم بين وقت وآخر لأخطار فهم عصب العملية الانتاجية ومحركها الأساسي سعود بن سعيد البعولي مسقط وإلى الأخبار الاقتصادية مع أحمد بن راشد الهنائي أهلا بكم مشاهدين اعتمدت الهيئة العامة لسوق المال نشرة إصدار أسهم شركة ضفار لتوليد الكهرباء وذلك من خلال طرح جزء من رأس مالها بمقدار 23 مليون ريال عماني للاكتتاب العام وتوضح نشرة الإصدار المعتمدة أن عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام يبلغ أكثر من 88 مليون سهم بسعر إصدار قدره 259 بيس للسهم الواحد حيث ستبدأ فترة الاكتتاب بداية يوليو القادم حتى نهايته ارتفع سعر نفط عمان اليوم دولاراً و24 سنة مقارنة بسعر يوم أمس الثلاثاء الذي بلغ 73 دولاراً و11 سنة وجراء هذا الارتفاع في سعر البرميل ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر أسطس القادم اليوم 74 دولاراً و35 فيما كان قد بلغ معدل سعر نفط عمان تسليم شهر يوليو القادم 74 دولاراً و41 سنة للبرميل مرتفعاً بمقدار ستة دولارات و10 سنتات مقارنة بسعر تسليم شهر يونيو الجاري تعزيز العلاقات العمانية الإيرانية في القطاعات الصناعية والاستثمارية والاقتصادية أهم مباحثات لقاء رجال الأعمال العماني الإيراني كما تطرق اللقاء إلى تطوير التبادل التجاري والتعريف بمنتجات البلدين لقاء رجال الأعمال العماني والإيراني بحث في مسقط تعزيز التبادل التجاري والتعريف بمنتجات البلدين والتغلب على التحديات والمعوقات بين رجال الأعمال وتبادل زيارة الوفود التجارية بالإضافة إلى توقيع الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم ذات الصلة بممارسة الأنشطة الاقتصادية بين المؤسسات العمانية والإيرانية اللقاءات الرجال الأعمال العمانيين مع الإيرانيين حقيقة لها فوائد كثيرة أول فوائد هو تبادل المعلومات بين الجانبين تقوية العلاقات التجارية بين الجانب العماني والجانب الإيراني التعرف على الفرص الاستثمارية الموجودة في عمان للجانب الإيراني وفي إيران للجانب العماني اللقاء استعرض أيضا مجالات تعزيز العلاقات العمانية الإيرانية في القطاعات الصناعية والاستثمارية والاقتصادية وتطوير القطاع الخاص وعملية التبادل التجاري بين البلدين الصديقين والعمل على تأسيس شراكات تجارية واستثمارية من شأنها تنمية وتطوير قطاع الأعمال على حسب الروابط والعلاقات الأخوية بين إيران والسلطنة في مجال الإقتصاد نحس حركة مؤثرة وأيضا مفيدة للبلدين عمان سيكون باب عظيم في إقتصاد كل المنطقة ليس فقط مع إيران يعني سيكون في العالم إيران نفس الشيء مشهورة بالسياحة العلاجية نحن ممكن محتاجين هذا القطاع الحين واعد عندنا ومحتاج إلى الاستثمارات نحن مستعدين لتقديم أي تسهيلات عمل مؤتمرات عمل ندوات ممكن تسير وفود ومستعدين لأي شيء طلب القطاع الخاص نحن على استعداد لذلك إن شاء الله كما تطرق اللقاء إلى التسهيلات المتوفرة في مجال منح التأشيرات وخاصة لرجال الأعمال بالإضافة إلى دراسة استخدام أحد موانئ السلطنة وتجهيزه لاستقبال البضائع الإيرانية وتشجيع المستثمرين في الجانبين للتباحث في فرص الأعمال ما الذي يحافظ على أساسات منزلك ويزيد عمره الافتراضي لسنوات عديدة ما الذي يحقق أحلامك ويبني مستقبلك ما الذي يطفق به لحماية عالمك مدى الحياة هناك اسم واحد في عمان هو الذي يوفر للمباني القوة والمرونة والثقة في تحمولها للهزات الأرضية وأنت أيضا يمكنك أن تجعله أساسا لبناء منزلك حديد بانتر من جندال شديد حديد ذو جودة عالمية حديد بانتر الاسم الذي يعني ثقة مدى الحياة وقع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وكلية الدراسات المصرفية والمالية مذكرة تتفاهم تتعلق بتبادل الخبرات في مجال إجراء الدراسات التحليلية للبيانات المالية بين الطرفين وتأتي مذكرة التفاهم في إطار الجهود الرامية إلى إقامة علاقة تعاون مشترك بين الكلية والمركز استنادا على مبدأ المشاركة وتبادل المنافع بالإضافة إلى تعزيز مخرجات المركز فيما يتعلق بجانب الإحصاءات الاقتصادية والمالية وتحليل البيانات والمؤشرات الإحصائية من جهة أخرى أكثر من 34 ألفا عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة بالهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة بنهاية شهر مايو الماضي وفق ما أشارت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات سجلت محافظة مسقط أعلى عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في ريادة إلى أكثر من 11 مؤسسة فيما جاءت محافظة شمال الباطن بالمرتبة الثانية في عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإجمال عدد بلاغ 5318 مؤسسة ختام النشر الاقتصادي عود إلى الزملاء وبقية الأخوار تعزيز دور السلطنة في مجال رعاية الطفولة المبكرة المتكاملة محور ورشة عمل تشاورية ضمن برنامج التعاون المشترك بين السلطنة ومنظمات اليونسيف وبلغت الجهود الحكومية لتطوير برنامج نظام دارة الحالة متعددة القطاعات المرتبط برعاية الطفولة ما نسبته 50% بعد مضي قل من عامين منذ انطلاق البرنامج الذي يستمر حتى عام 2020 أشاد مكتب اليونسيف بدور السلطنة في مجال رعاية الطفولة وفق النظام متعدد القطاعات كقطاع التعليم والصحة وقطاع التنمية الاجتماعية وما بذلته السلطنة في هذا المجال خلال العقول الماضية وأكدا على رغبة السلطنة في تعزيز العمل عبر القطاعات وتقديم الخدمات المتكاملة ونظم المتابعة للأطفال في مختلف المستويات السلطنة قطعت في الأربع عقود الماضية خطوات كبيرة إذا منطلع على نسب وفيات الأطفال تحت الخامسة وهذا معيار مهم السلطنة هي مثال للدول الثانية من ناحية التغطية الصحية من ناحية التطعيم الشامل للأطفال وأيضا في مجال التعليم في تقدم ملحوظ وفي جهود كمان مشكورة لوزارة التربية بنعمل معهم في مجال التعليم الصديق للطفل منظومة التعليم في السلطنة حازت أيضا على الكثير من الإشادات الدولية في مجال الالتحاق الطلبة بالمدارس وكذلك جودة التعليم ولأن منظومة التعليم في السلطنة أيضا مبنية على الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل حقوق الأطفال ذوي الإعاقة ثلاثة محاور أساسية تناولها النظام المشترك متعدد القطاعات في إدارة الحالة لأغراض التنسيق والتعاون والإحالة بين السلطنة واليونسيف تمثلت في تنمية الطفولة المبكرة المتكاملة وحماية الطفل والأطفال ذوي الإعاقة برنامج تعاون المشترك بين حكومة السلطنة ومكتب اليونسيف مدته خمس سنوات وهناك خطة تنفيذية معتمدة من قبل الطرفين للتنفيذ هذا البرنامج الذي نحن بصدر مناقشة نتائجه النهائية اليوم هو أحد البرامج المعتمدة ضمن خطة التعاون المشترك بين الحكومة والمكتب منظمة اليونسيف والسلطنة دور وزارة الصحة هو دور أساسي في هذه الخطة مع القطاعات المشتركة في العمل في تمثيل الخدمات الصحية بالنسبة للطفل في سلطنة عمان وأيضا العمل على وجود آلية مشتركة وتكون سلسة أيضا لتوفير الخدمات الصحية للأطفال الورشة ناقشت الآليات الشاملة في تفعيل الاستراتيجيات الوطنية للطفولة واستراتيجية التعليم في هذه المرحلة والتعليم الشامل والأطفال المصابين بالتوحد واستراتيجية العمل الاجتماعي من المؤمل أن تخرج هذه الورشة اليوم في صياغة النتائج النهائية للنظام المشترك متعدد القطاعات في إدارة الحالة بين حكومة السلطنة ومنظمة اليونسيف أحمد بن محمد المعمري محافظة مسقط أما الآن مشاهدين فننتقل إلى الأخبار الرياضية بصحبة الزميلة مزون بنت سعود الحسنين شكرا عيدة أهلا بكم مشاهدين ودعت المانيا حاملة اللقب منافسات كأس العالم من الدور الأول وذلك بعد هزيمة مفاجئة بهدفين دون رد أمام كوريا الجنوبية في الجولة الأخيرة من المجموعات السادسة ولم يظهر المنتخب الألماني بالشكل معتاد خلال أحداث اللقاء حيث شكلت الهجمات المرتدة للمنتخبي الكوري خطورة كبيرة على مرمى مانويل نوير وسجل كيم يونجون الهدف الأول في الدقيقة الثالثة والتسعين بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد وأضاف سون يوه يونج من الهدف الثاني قبل صافرة النهاية لينهي المنتخب الألماني المنافسات في المركز الأخير في محلة كوريا الجنوبية في المركز الثالث وتأهلت السويد والمكسيك إلى دور الستة عشر عن المجموعة السادسة بعد فوز الأول على الثاني بثلاثية نظيفة في الجولة الأخيرة وهيمنت السويد على الشوط الأول ثم تقدمت في الدقيقة الحادية والخمسين عبر أكستيس نوسا وضاعفت السويد التقدم في الدقيقة الثانية والستين عبر أندرياس جرانكفيست من ركلة جزاء وسجل أدسون الفريز الهدف الثالث بالخطأ في مرمى في الدقيقة الرابعة والسبعين لينهي الفريقان المجموعة برصيد ست نقاط ويتأهل إلى دور الستة عشر بعد أن حسم المنتخبان الإنجليزي والبلجيكي تأهلهما إلى الدور الثاني ببطولة كأس العالم سيدور الصراح خلال مباراتهما غدا الخميس فقط على الفوز بصدارة المجموعات السابعة ويقتسم المنتخبان الإنجليزي والبلجيكي الصدارة برصيد ست نقاط وبنفس عدد الأهداف المسجلة لصالح كل منهما وبالتالي ستحسم الصدارة المجموعة غدا بفوز أحدهما بينما يسفر التعادل إلى الاحتكام لمعايير اللعب النظيف وينتظر أن يدفع المديران الفنيان المنتخبين بوجوه مختلفة لراحة عدد من اللاعبين الأساسيين وذلك استعدادا لمنافسات دور الستة عشر تحدث مدرب المنتخب البلجيكي روبرتو مارتنينز عن المواجهة التي ستجمع المنتخب بنظيره الإنجليزي في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السابعة لبطولة كأس العالم لكرة القدم أتوقع مواجهة مفتوحة أمام إنجلترا لأن المنتخبين سيضغطان في العمق وسيحاولان الفوز بالمواجهة لا أعتقد أن المواجهة ستكون دفاعية وليسمح أي منتخب للخصم باللعب في منطقته ليس الدفاع من أسلوب المنتخبين نريد اللاعب للفوز كما حصل مع تونس إذ كانت تلك المواجهة قوية وممتعة لأن المنتخبين لعبا هجوميا هذه هي المواجهات الممتعة التي يرغب الجميع بمتابعتها وتوقعوا أن تكون مواجهة إنجلترا على هذا الحال يلتق المنتخب الياباني نظيره البولندي في ملعب فولغراد وذلك ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بمونديال روسيا وتعد هذه هي المواجهة الأولى في التاريخ التي تجمعهما سواء دوليا أو وديا ويسعى المنتخب الياباني لحسم مقعده في ثمن نهاء المونديال عبر تحقيق الفوز على بولندا دون النظر لنتيجة مباراة السينيغال وكولومبيا على الجانب الآخر يسعى منتخب بولندا بعد أن ودع البطولة رسميا من الجولة الثانية دون أن يجمع حتى الآن أي نقاط لتحقيق فوز يسجل للاعبه في التاريخ يخرج الفريق مرفوع الرأس دون الهزيمة الثالثة يزور وفد قطري رسمي مؤلف من 180 شخصا روسيا التي تستضيف منافسات كأس العالم للاستفادة من الخبرة الروسية باستضافة الحدث العالمي الكبير وتستضيف قطر نهائية كأس العالم بعد أربع سنوات في عام 2022 الوفد التابع للجنة العليا للمشاريع والإرث زار المركز الإعلامي في مدينة كازان وتهتف هذه الزيارة إلى رصد الإيجابيات والسلبيات والدروس في التجربة الروسية لأخذها في عين الاعتبار عند استضافة المونديال للمرة الأولى في الوطن العربي إذن مشاهدين وصلنا بكم إلى نهاية الأخبار الرياضية وعودة الآن إلى الزملاء شكراً مزون وأهلاً بكم مشاهدينا مجدداً نحو 70 مبادرة قدمها 170 طالباً وطالبة من 17 مؤسسة أكاديمية بالسلطنة ضمن المرحلة الثانية من برنامج تحويل مشاريع التخرج الطلابية لشركات ناشئة نعم، البرنامج الذي تشارك فيه عدة وجهات حكومية يهدف إلى ترقية مشروعات التخرج لدى طلاب مؤسسات التعليم العالي وتحويلها إلى شركات ناشئة ثم إلى شركات صغيرة ومتوسطة الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وأمن المعلومات وإنترنت الأشياء إلى جانب البيانات الضخمة من بين أكثر من 50 مشروعاً تستعرض ابتكاراتها في المرحلة الثانية من برنامج ترقية مشروعات التخرج لدى طلاب مؤسسات التعليم العالي وتحويلها إلى شركات ناشئة ثم إلى شركات صغيرة ومتوسطة في عدد جيد من مشاريع التخرج سنوياً ونعتقد أن هذا المشاريع يمكن الاستثمار فيها وممكن تحويلها إلى شركات ناشئة لترفض الاقتصاد الوطني ولتعود بمنفع اقتصادية واجتماعية على المجتمع تقييم العروض المرئية من تصفيات هذه المرحلة استمرت ثلاثة أيام على التوالي باستعراض ثمانية عشر مشروعاً يومياً من خلال لجنة متخصصة وبإشراف من مجلس البحث العلمي بالتعاون مع الشركة العمانية للاتصالات عمان تل فكرة المشروع هو جهاز يعمل على تقليل الحوادث الناتجة عن طريق استخدام الهاتف النقال بحيث أن يجب رسائق على إيقاف السيارة أثناء التحدث في الهاتف هذه المبادرة تشارك فيها عدة جهات حكومية حيث يتم اختيار المشروعات الناجحة حتى تخضع لمرحلة الاحتضان في مركز الساس لريادة الأعمال يرافقها دعم تأسيسي لتكوين الشركة الناشئة من قبل عمان تل شاركناً بالمشروع هذا المشروع يستهدف بالأخص المعاقين أو الأصحاب العاقات الجاسدية المشروع هدفه مساعدة المعاقين على تخطي الحواقز مثلاً مرتفع المستوى من الأرض إلى المستوى الثاني اللي هو بدون ساعدة التشخص الثاني وبعد الاحتضان ستبدأ الشركة بالتحول من شركة ناشئة إلى شركة متوسطة أو صغيرة ليبدأ دور ريادة في تقديم التوجيه المالي والتسويقي فيما يقوم الصندوق العماني للتكنولوجيا بتوفير التدريب الدولي للفائزين هذه خطوة أولى في الطريق الصحيح لإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة بشكل تجاري يضمن استمرارها لعدة سنوات مع إقامة مشاريع حية على أرض الواقع تجسد حاجة السوق المحلية وتلبي متطلبات مستخدمية التكنولوجيا التي فرضت نفسها على حياتنا اليومية من مقر مبنى الشركة العمانية للاتصالات عمان تل أحمد بن عبدالله الندابي محافظة مسقط وقبل ختام النشر هذا تذكير بأبرز عنوان مجلس الدولة يوصي بوضع استراتيجية وطنية للصناعات الحرفية وبصياغة تشريع لحمايتها التوقيع على اتفاقية شراكة استراتيجية لتطوير منطقة غرب مدينة العرفان بمحافظة مسقط بقيمة خمسة مليارات ريال عماني مجموعة نماء تعلن الانتهاء من الدراسة الاستراتيجية لمشروع ربط شبكات الكهرباء على مستوى السلطنة الحكومة اليمنية ترفض مقترح الاشراف الدولي على ميناء الحديدة وفي ختام نشرتنا هذه تحيات فريق العمل في مركز الأخبار شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة